تحكيم العقل وحساب الضرورات لا بد أن تكون حاضرة في عقلية أي سياسي يريد أن ينجح بدل من سياسة التهميش أو الإقصاء أو المراهنة على المجهول لأن هذه السياسات قد جربناها لذلك انسحاب السيد مقتدى الصدر من الانتخابات لم يكن حدثا عابرا ولا يمكن لهذه الانتخابات أن تكون مؤثرة أو يحسب لها حساب من دون أن يشارك بها التيار الصدري لأنه الولد إذا قعده بالشارع لا حكومة تقوم ولا حكومة تشكل ولا استقرار سياسي قد يحصل هنا وهناك لذلك المساعد التي بذلتها القوى السياسية وبأشكال مختلفة في إقناع السيد مقتدى الصدر أن يعود للمشاركة في الانتخابات حقيقة تحسب لهم وقد يعطينا دفعة أن المشهد ممكن أن تكون به شذرات أمل في المرحلة المقبلة ولكن التلدغ الحية بيدي خاف من جرد الحبل صار لنا 19 سنة مع هذه القوى السياسية يعني أجلبك يا ليلف معاش تجليبة هناك قلق هناك شك هناك مراهنات نعرف أن المرحلة التي مضت كانت قاسية جدا على الغراقيين بكل تبعاتها فعندما يعود السيد مقتدى الصدر بوثيقة شرف أو ورقة إصلاحات توقع عليها القوى السياسية هل فعلا هذه المرة ستكون حقيقة أم هي مدخلا فقط لعادة السيد مقتدى الصدر إلى الانتخابات أم ستكون هناك ضمانات لأننا ومن حقنا أن نطالب الجميع بلا استثناء أن أعطونا ضمانات صدقنا وأخلفتم وعدتم ولم تنفذوا كانت لنا طموحات كانت لنا تظاهرات كان لنا قتال كان لنا دم كانت لنا تضحيات ومن كل هذا لم نحصل على شيء فأما أن تذهبوا بمشهد سياسي متماسك الغاية الأساسية منه إحداث الإصلاح حتى تستطيعوا أن تستمروا لوقت أطول وأن تكونوا بناتا حقيقيين وأن تتخلوا عن سياسة الكراسي والمناسب وهي مالتي وذيج مالتك لأن المطالبة بمالتي ومالتك أوصلتكم إلى مستوى حتى شعبكم لم يعد يحترمكم الإصلاح بالعملية السياسية يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى متانة ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى هوية عراقية حقيقية خالصة وأن توصد كل الأبواب بوجه كل أجنبي مهما كانت تأثيره ومهما كانت قوته بهذا المشهد إذا اتفقت القوى السياسية وتصالحت مع نفسها فهيت لك ونحن معكم أما إذا كنتم على طرفي نقيض مما تقولون وما زلتم تعيدون نفس السياسة القديمة أن تقولوا وأن تكذبوا فوالله أمامكم شعب لن يرحمكم في القادم من الأيام اشتركوا في القادم